حقق المنتخب الوطني فوزا عريضا على منتخب هونغ كونغ في اللقاء الودي الذي جمعهما على استاذ الملك عبد الله الثاني ضمن تحضيرات النشامة لملاقات كامبوديا في التصفيات الأسيوية الثلاثاء المقبل سجل منتخب النشامة انتصارا عريضا على ضيف هونغ كونغ برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الملك عبد الله الثاني في لقويسمة ضمن تحضيرات المنتخبين لافتتاح مشوارهما بتصفيات كأس آسيا الثلاثاء المقبل منتخبنا الوطني دخل المباراة بهدف تسجيل فوز معنوي قبل مواجهة كامبوديا حيث شكلت المباراة فرصة لاختبار قدرات اللاعبين ودفع الإماراتي عبد الله المسفر مدرب النشامة بتشكيلة لم يطرأ عليها الكثير من التعديلات مقارنة مع تلك التي كان يلعب بها المنتخب بعهد الكابتن عبد الله أبو الزمع باستثناء عدي الصيفي الذي ظهر بعد غياب طويل واعتمد منتخبنا على بناء عملياته الهجومية على تحركات بها عبد الرحمن وخليل بنعطية وتواجد البخيت وأبو عمارة على الأطراف ولعب الصيفي خلف الدردور وكانت الأفضلية للنشامة لكن دون خطورة قبل أن ينجح البخيت وبمجهود فردي من غربلة دفاع هونغ كونغ ووضع الكرة في الشباك بالدقيقة الثانية عشرة وحاول لاعب منتخب هونغ كونغ تهديد مرمى شفيع بحثا عن التعديل لكن حضوره الهجومي كان ضعيفا مما جعل دفاع النشامة بقيادة الزواهر وخطاب وادميري والرواجده يتعاملون مع محاولات الخصم بأريحية واستمر منتخبنا يبحث عن أهداف لينجح حمز الدردور قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من قطع الكرة من دفاع الضيوف وتسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني أجرى المسفر العديد من التبديلات على تشكيلة المنتخب بإشراك ثائر البواب وموسى التعمري وبها فيصل عبدالله العطار وكان الظهور الأول لموسى التعمري مميزا بإضافته الهدف الثالث عندما سدد كرة على مشارف المنطقة بطريقة مميزة سكنت الشباك وفي الدقيقة الثالثة والثمانين أضاف البديل البواب هدف النشام الرابع من كرة عرضية لعبها على طريقة الدبل كيك فاستقرت في الشباك ليخرج النشام فائزين برباعية دون رد أكيد زي ما أنتم شايفين أداء كثير رائع ترفعنا شوي لأقود دام لأمبارات كومبيوديا تكون جهزين إن شاء الله نكون عند حسن نظن الجمهور الأردني أنا أتمنى مبارات الجاية كومبيوديا أتمنى من الجمهور دون أنه يحضر نشكر الكابتن عبد الله على هذا الأداء الرائع طبعاً بجهد كان لدينا معسكر كثير قوي لهذه المباراة بتهمنا هذه المباراة كثير جداً الفوز هذا معنا وإلنا كثير عشان مباراة كومبيوديا عديد من الإيجابيات كانت في مباراة اليوم الإيجابيات الفنية الكبيرة ولكن نحن نتمنى الجمهور يحضر اليوم كنا حزينين بهذا الفراغ في الملعب نحن عتدنا على جمهور نشامة أنه يملأ الملعب والآن نحن بحاجتهم نحن عارفين أنه مستوى التنافض صار أقل ولكن نحن في هذا الموقف نطلع منه في دعمهم تعقد النادي الفيصلي مساء أمس رسمياً مع المونتني جريني بوشا يوفوف أتشلي يقود الفريق الأول لمدة موسماً ونصف خلفاً للسربي المقال برانكو واجاء توقيع العقد مع المدرب نيبوشا بحضور نائب رئيس النادي بكر العدوان الذي تمنى بدوره للمدرب الجديد التوفيق في قيادة الفريق وكان نيبوشا قد تابع يوم أمس المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني ونظيره هوم كونغ بهدف الوقوف على مستويات لاعب الفيصلي الدوليين انطلقت صباح اليوم منافسات النسخة السابعة والعشرين من بطولة الأردن للغولف على ملعب آيلا في مدينة العقبة بمشاركة أكثر من سبعين لاعباً ولاعبة وسيطر اللاعبون اللبنانيون على اليوم الأول من البطولة إذا احتل اللبناني سعد نمر المركز الأول بمجموع ثلاث وسبعين ضربة أي بفارق ضربة واحدة فوق المعدل متفوقاً على مواطني عقر رشيد الذي أنهى المنافسات بأربع وسبعين ضربة وجاء اللاعب الفلسطيني بلال عطايا في المركز الثالث بمجموع ست وسبعين ضربة وفي المركز الرابع جاء اللبناني الآخر الشيخ مسزين بأربع ضربات فوق المعدل جميع اللاعبين أبدوا اهتمامهم وأبدوا انبهارهم في مواصفات الملعب وتجهيزات البطولة من قبل شركة واحد أيلاء وبتنظيم مميز من اللجنة الأولمبية ولجنة الغولف الأردنية نتمنى إن شاء الله بانتهاء البطولة يوم غد أن يكون الجميع استمتاع الجميع قضى ثلاث أيام مميزة من اللعب على هذا الملعب المميز وإن شاء الله نلتقي في سنوات وفي أشهر قادمة في بطولات جديدة مهمة ومميزة على مستوى محلي تأهلت البولندية رادفينسكا المصنفة الخامسة عالميا إلى الدور الثالث من بطولة ميامي للتنس للسيدات بفوزها على الصينية وانج كيانج وأنهت رادفينسكا اللقاء بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و6-1 وفي مواجهة أخرى ودعت الأمريكية كوكو فاندفيجي المصنفة الثامنة عشر بعد خسارتها أمام السلوفاكية يانا سيبيلوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ترجمة نانسي قنقر